موسيقى 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 عليهم حتى نبعث برسالة لأن اليوم تحولت العبادة إلى عادة اسمحوا لي فأرجو من أحبة المشاهدين أن يسمحوا لنا أن نحدثهم بكلام واقعي بكلام واضح وصريح اليوم تحول عيد الأضحى إلى مباهات عيد الأضحى إلى صراعات عيد الأضحى إلى مشاكل أول هذه الأمور هي العيد الأضحى مع الله سبحانه وتعالى هذا نسك تعرف ما على كلمة نسك إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر أي وانحر لربك ما هو شو وانحر لجيرانك وانحر لمعارفك وانحر لمن يستمعون إليك هذا غريب اليوم اليوم الناس تشتاكي يقول الغالة وانحنا قد لديناها ولا الناس ليس لديهم شي يتسلفوا ويبيعوا بيش يكونكوى باللي راني أنا ثانين يمعيد وما يهمه المهم يعيد ولو بالدين ولو يتسلف يجيبا عنده في الضار يصيح في الباقون ومن بعد العيد يرجعه المولى هذا دين هذا كل واحدنا نجم يراجع نفسه الآن على هرانين عيد علاه لماذا شرع عيد الأضحق شرع هذا النسك حتى يراعى فيه فقراء ومحتاجه المسلمين لأهل بس عليه رأكل يوم يأكل في اللحم يشوى ميتين الف والثثمائة الف والاربعمائة يأكل في اللحم هذا الفقراء عنده مرة في العام يدر عليه ولهذا احنا الوظيفة نتكلموا على إيد الأضحق أول حاجة تستحضرها أنك تتقرب لله عز وجل وانحر أي وانحر لربك لهذا الشريعة جاءت شروط في الأضحية في العيوب التي ترد بها الأضحية والشرط في سنها نحن في المذهب المالكي مشهور المذهب أن يتكون الشيعة سنة ولا يجوز الاشتراك فيها والبقرة يشارك فيها سبعة وهي ما دخل في السنة الرابعة معناها هذه كلها فرص باش الناس تتقرب لله سبحانه وتعالى إما لأنت هذا النعجة ولا هذه الشيعة اللي بغيت شريها اليوم رأيها سبع ملايين رأيها عشر ملايين رأيها تلتعشرين مليون حتى يجعبوا واحدين يقولون خمسة وعشرين مليون أنا ولك ما يشي ولك ما يشي الناس ما يشي لقي يشي دوتاحة ما يشي دي عملية جراحية ما يشي لقي بوش يزوج ولاده ما يشي لي واحدة بل خمسة عشر مليون وستعشر مليون هذا منطق هذا دين هذا ما حكم الآن ما حكم الأضحية هذه حكمها مستحب اللي رقادرة آثم اللي مستحبة ولكن ترك السنن جملة واحدة لا يجد شرعة لأن بعض المتفلسفين سيقول لك كيف يفهمون أنتوما تعدينتوما مرة تقولون بالليا ودي الأضحية سنة وهم كيف يجيبوها تقولون لكم آثمين كيف رأنا آثمين؟ على شنا آثمين؟ رأنا آثمين من باب ماذا؟ من باب عندك وليس يدير عندك وليس يتهل في روحك ربي والله أنا حاسبك على نفسك عليها قال لما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير ما يكنز المرء المركب المريح والمسكن الفاسيح والمرأة الصالحة ربي أعطاك الباسم ليح دي سكنان مليحة دي لوتو مليحة دي المرأة مليحة ربي أعطاك اللي لم يطعش الله غالب عليها لا يراد بشي لي عنده لكن عنده يقصر آواء هذا ره محروم هذا اللي قد بشي يعيد الروحة ويعيد الجيرانه ويعيد الحبابه يا خيرته بالصحة شبنا واحد أسم الجديد سبحان الله يقترون على أبنائهم ما يفرحوا عائلتهم ما يفرحوا لاتهم ولو ولهذا نريد أن نركز في هذا العيد المبارك قبل أن ننحر الشات علينا أن ننحر ذوبنا وأحقادنا وحزدنا وبغضانا لبعضنا البعض الناس اليوم في هذا النهار العيد هذا يوم تسامح اسمه يوم التغافر على الشريعة الإسلامية قتلينا كي تجي من الشارع هذا مش يتصلي في الموصلة كي ترجع ما ترجعش مع نفس الشارع كي تجي من الشارع الزوج كي تجي من الموصلة وتتسامح معهم وتتصاف معهم هذا هو الأصل نحن اليوم سبحان الله بدأ شد التليفون والأسامس ولا بالواتساب لا يسأل يا روح أوصال عندك سيارتك عندك روح أوصال خاصة يجمع خاصة الوالدين خاصة الوالدين احذروا ثم احذروا واحد اللي والديه دي لهم تليفون نهار العيد إلا غالب اللي كان بعيد في ولاية أخرى هذا كان الله غالب عليه بالصح في نفس البلدية ودي لهم اكتليفون ودي لهم اكتليفون أنت رجل عاق وأنت ابنة عاق اللي ما وصلش والديه أيام تع العيد وفرحهم واجلس عندهم وسلم ليهم على رصانهم وسلم ليهم على يديهم وسلم ليهم على رجليهم لأن هذا يوم يوم الغفران هذا يوم التسامح هذا يوم الفرحق هذا يوم الصرور فلهذا أنا أتمنى على أحباب المشاهدين أن يوسعوا على أنفسهم أولاً ويوسعوا على عيالهم ثانياً وأن يوسعوا على أقلبائهم في هذا اليوم المبارك يا سيدي سبحان الله واحد يقول لك أن يجيب الشار أن نقطع فيها ويقول لك أن بعضهم موجقع والله إلا فاجأني بعضهم شهرين بعد العيد ويضحك ويقول لك ويقول لك هذا تعني العيد الحمد لله أن يكون داسة يا خلاة هذا العيد لم تكن توكل في نفسك وتوكل في أحبابك وفي أحدك لم تكن تعرض ولم تكن تعرض أن الناس يدخلوا دارك إلا في هذا اليوم المبارك ربي يكرمك بهذا اللحم أعرض 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 أحبابك هذه الفرصة هذه هي الفرصة ربي يكرمك بهذا اللحم في هذا اليوم دير والناس لا تعرفهم بذلك لا يعيدوا أنا نصيحتي لكم الشتاء أقسمها على ثلاثة رك ثلث تصدق به الفقراء والمساكين اللي معايدون وفرحهم في هذا النهار مع الصبح قبل الثناعش قطحها كوالا كوالا ودير بولسات أعطي لأولادك أعطي لفلانا باشي طيب يبغداهم ويفرحوكين الناس ما تخليش حتى للعشية وثلث كلها أنت أولادك في هذا الأسبوع ولا أيام ولا في نهارك الله يسألك وثلث الداخرة نبوا مجوك واحدين بعاد ولا جو الضياف ولا جو غير ذلك الداخرة ولكن باشي أن نعجى كاملة بغينت عندك ودقوا كيف الحمرة غالي ومنديرش هذا إنسان بخيل إذا لم يوسع على نفسه وعلى غيره في هذا اليوم فمتى يوسع عليهم إذن أنا نصيحتي لكم في هذا اليوم المبارك هذا العيد الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن غفر لهم ما تقدم وما تأخر هذا اليوم العيد الذي نحن نفرح فيه بحجاجنا الذين أدوا مناسكهم ووقفوا بيوم عرفات وجاءوا إلى من الرمي الجمارات ثم نحروا وحلقوا رؤوسهم ثم طوافوا طواف الإفاظة وقالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك اللهم لبيك هذا اليوم عليكم أن تستحضروا فيه أحبابكم أولا من ماتوا ولهذا تجدون يوم العيد يكثر الناس من زيارة المقابر لأن أحبابهم تقف أمامهم وفي هذا اليوم نتذكر أخانا الصحافي المتألق محمد سلطاني الذي وفته المنية بسكتة قلبية نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه في هذا اليوم وأن يرزق أهله الصبر يا رب العالمين فهذا اليوم نتذكر فيه أحبابنا من الذين لقوا الله سبحانه وتعالى علينا بزيارة المقابر وزيارتها تكون في آداب لا تكون كالنزهة التي نرى بعضهم يأخذون معهم مكبرة الصوت ويذهبون معهم الأغاني والمأكلات والمشروبات كأنهم يريدون أن يذهبوا إلى نزهة هذه مقبرة ألا كنت ناهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بيوم الآخر إن زيارة المقابر هي لإحياء القلوب زيارة المقابر هي للتذكر زيارة المقابر هي هادم اللذات الذي يجب أن يتذكره كل إنسان أحبة في الله هذا العيد الذي نحن مقبلين عليه والذي نحن فيه هذه أيام التشريق الثلاث التي يعلو فيها التكبير لله سبحانه وتعالى نكبر عقب كل صلاة ثلاث تكبيرات في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء طيلة الأيام الثلاثة ونحن نكبر تكبيرا لأن أفضل الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبيون من قبله لا إله إلا الله فنحن نعظم شعائر الله في هذا اليوم المبارك نعظم شعائر الله من خلال نسكنا نعظم شعائر الله من خلال وقوفنا نعظم شعائر الله من خلال اختيارنا للشات التي نقربها لله سبحانه وتعالى نعظم شعائرنا من خلال إفراح أبنائنا بلبسهم الجديد وإكرامهم بالإكراميات وفتح القلوب للأحباب والأقارب وإزالة الضغائن وإزالة الشحناء ونعلم أن هذا اليوم هو يوم التسامح هو يوم التصالح هو يوم أن تتخلى عن أنانيتك عجباً هذا اليوم العائلات تلتقي بكاملها مع الأب والأم والجد والجدة والأقارب في يوم بهيج فإذا بعضهم يعكر عليهم هذا الجو بغضبه أو بعدم مجيئه أو بإطلاق كلمات في هذا اليوم التي لا تليق فإني أربأ بكم في هذا اليوم المبارك أحبة في الله أن تكونوا في مستوى يوم العيد واليوم العيد ليس هو من باب لبس الجديد وإنما هو تجديد للعلاقة مع الله تجديد في النفس الإنسانية التواقى لفعل الخير تجديد للعلاقات تجديد للعبادات تجديد للإستغفار بإمكاننا أن نجعل من هذا اليوم يوماً مميزاً لماذا يوم مميز؟ لأن لله في دهره نفحات فتعرض لنفحاته فيوم العيد هو من أيام الله سبحانه وتعالى يوم العيد هو يوم أكرمنا الله به عز وجل وجعله له صفة تعبدية لنا عيدان عيد الأضحى وعيد الفطر هذا عيد الأضحى الذي نضحي فيه اقتداءاً بسيدنا إبراهيم لما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل تقرباً لله عز وجل فأعطانا درساً أولاً في الامتثال لله عز وجل وأعطانا درساً في طاعة الأبناء للآباء وأعطانا درساً في مسألة الثقة بالله سبحانه وتعالى وأعطانا درساً في قمة التجاوب بين الآباء والأبناء في أخطر مرحلة وهي الزهق الأرواح فأكرمنا الله عز وجل بهذا اليوم وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أم لحين هذان الكبشان واحد عن أهله والآخر عن أمته أحبة في الله الفقراء المحتاجين اللي ما عندهمش اللي ما عيدوش نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقكم من حيث لا تحتسبوا كان أثر يروى عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه جاء بدجاجة وذبحها وقال هذه أضحية عمر وغرضه في ذلك أن يصحح المفاهيم جمع لها قدقية تجري ودير في الدين وتقلق في روحها وتكلف على روحها وباش كونكوا باللي رانا عيدنا يا ودي لا عندكم عيدوا لما عندكمش ربي ما يسألكم غير الخير بسرح واحد عنده وما يعيتش والله هذا بخيل على نفسي هذا بخيل هذا لا يصلح لا يصلح أن يكون أبا ولا أن يكون أخا ولا أن يكون جارا اللي ما عندوش الله غالب عليه اللي ما عندوش رهم لا نشوف فيه وقلبه كان تواق باش ينفق وقلبه كان تواق باش ينحر وقلبه كان تواق باش يحييه هذا السنة ولكن الله غالب فلا نعطل السنانة بحجة غلائها اسمعوني جيدا اللي رأى عنده ولو الحد الأدنى وقال باش يعيد ما يدليناش هذاك الفورت مونطول اللي علق عليه المجب اللي علق عليه كون وقاءه غالين الفورت أبل تسبع ملايين وثمن ملايين تشريه والخروف والنعجا تسبع ملايين وثمن ملايين ما تشريهاش السفارية تاعةك حتى لا أسمي بعض من هنا وهناك الطيارة بي طيارة خلصة ثمن ملايين عشر ملايين ما عليش خليني من ماكلتك ولي زوت هالو هالو ما عليش والأضحية والو باش تعرض جماعة اللي باكنش آفالو كغذلك تشريهم النعجا والمشوي وتخسر عليهم وكلش بلا المصارف اللي هاك وهاك ما عليش وباش تحيي سنة جيك ثقيلة اللي عنده ما ينخص في إحياء السنن كل من أمكانه أن ينحر ما استطع فلينحر عن عائلته عن أقربائه عن أحبائه فله ذلك ولي رأى عنده زيادة وفضل يضحي للناس ليس مضحين يا سيدي مضحي لهمش البحزوج واحدة لولادك والزاوجة قطحها على أحبابك ده كيلو كيلو قاعد الناس ليس معادي ليس تعرفوا أديهم وهذه نصحة للميسورين أن يتفقدوا الفقراء في هذا اليوم أن يتفقدوا المحتاجين في هذا اليوم أحبة في الله هذا يومنا يوم عيد يوم فرح ويوم صرور لا ينسينا أن نتذكر إخواننا في فلسطين لا ينسينا أن نتذكر إخواننا في غزة أمتنا مجروحة إخواننا مجروحون ولغم ذلك هم أبناؤهم ترونهم سيخرجون وهم يلعبون وهم يبتسمون ويقولون نحن نقاتل ونجاهد نيابة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا تنسوا إخوانكم في غزة في هذا اليوم المبارك لا تنسوهم من الدعاء لا تنسوهم من الإحسان لا تنسوهم من بذل المال لا تنسوهم بكل صور المساعدات وتذكروا دائما حديث أمنا ميمون بنت سعد عندما قالت يا رسول الله افتن في بيت المقدس قال أرض المحشر والمنشر إيتوه فصلوا فيه فإن من صلى فيه كان كألف صلاة قالت يا رسول الله أرأيت من لم يستطع أن يؤتى إليه في رواية قالت يا رسول الله أرأيت من لم يستطع أن يحمل إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إليهم زيتا يسرج في قناديلهم كان كمن صلى فيه ولأن يهدى إليهم زيتا يسرج في قناديلهم كان كمن صلى فيه أحبة في الله هذا يومنا هذا يوم المبارك نسأل الله تبارك وتعالى أن يفض علينا في الجزائر وعلى بلدنا الحبيب باليوم والبركات وأن يجعلنا علينا بالسعادة والهاناء وأن يجعلنا إخوانا على صور المتقابلين اللهم احفظ بلدنا هذا من كل سوء اللهم احفظ بلدنا هذا من كل مقروه اللهم احفظ بلدنا من كل شر الأشرار يا رب العالمين اللهم من أراد ببلدنا سوءا فاجعل تدبيره في تدميره اللهم من أراد ببلدنا سوءا فاجعل تدبيره في تدميره اللهم من أراد ببلدنا سوءا فاجعل تدبيره في تدميره اللهم إن نسألك بخير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من شر ما استعاذك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إن نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمناه وما لم نعلمه اللهم كما ربيت الصالحين فربنا ورب أبناءنا أحبة في الله هذه كلمات يسيرة أردناها أن تكون في هذا اليوم هذا يوم العيد وهو يوم فرحة المسلمين الذي نسأل الله تبارك وتعالى لحجاجنا الميامين أن يكونوا في صحة وعافية وستر وأن يرجعهم الله عز وجل إلى أوطانهم وإلى ذويهم في صحة وعافية يا رب العالمين سالمين غانمين أن يرجعهم الله عز وجل كيوم ولدتهم أمهاتهم وإخواننا الذين لم يوفقوا لهذه السنة لأن يكون ضمن الحجاج نسأل الله تبارك وتعالى لكل من له أمني لأن يصل إلى تلك البقاع اللهم يسر له الأمر يا رب العالمين اللهم ووفقه في هذا الأمر يا رب العالمين اللهم كل من كانت له أمنية لعمرة أو حجة اللهم يسر له يا رب العالمين أحبة في الله هذه أيام المباركات كانت فيها من الصداقات كانت فيها من التبرعات كانت فيها من الأذكار كانت فيها من التسبيحات كانت فيها من التهليلات نسأل الله عز وجل أن لا يعدمنا أجر اللهم تقبل مننا الصيام والقيام يا رب العالمين اللهم تقبل مننا الصيام والقيام يا رب العالمين وتقبل مننا هذا النحر يا رب العالمين هذا الذبح الذي هو لا فقط يا رب العالمين اللهم تقبله بالقبول الحسن كما نحوه لإخواننا وأحبتنا وأئمتنا أن مسألة الذبح أنها تكون بعد ذبح الإمام وعندما نقول ذبح الإمام بمجرد إمرار الموسة على رقبة الشات فقد انتهى ذبح الإمام لما كما نسمعه عند البعض أنه لا بد له من السلخ ولا بد له من التقطيع فنقول هذا الأمر ما أنزل الله به ابن سلطان وإنما العبرة بذبح الإمام إذا كان الإمام لا عنده النعجة لذبحها واحد من جيران لقراب الجامع يجب النعجة تاعه أحد المقصورة تاع الإمام وكما الإمام الصلاة تاعه يخرج لذبحها وسيدها الضاره ويذبحها فما هو الشرط الإمام هو اللي عندها النعجة إذا عندها الإمام تبارك الله ما لمن ما عنداش واحد من جيران يجيب النعجة تعاه ويذبح عند الجامع بش الناس على قد تعرف بأن إمام المنطقة أو إمام القرية أو إمام البلدية فقد ذبح فنسأل الله عز وجل أن يتقبل مننا ومنكم بارك الله فيكم ويومكم مبارك وعيدكم مبارك وغفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى ذلك الحين يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى الملتقى إن شاء الله اشتركوا في القناة